يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية هنتكلم في الفقرة دي عن رياضة الهوكي وعن أهمية صناعة البطل فيها وكمان هنتكلم عن استعداداتنا إن شاء الله لكل المنافسات القادمة الكلام هيكون مع ضيفنا اللي بنورنا الدكتور محمد أحمد بدر أستاذ التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة دميات وكمان المدير الفني للمشروع القومي لنشر رياضة الهوكي صباح الفل على حضرتك ونشاء الله من طيب صباح الفل يا دكتور جاي من زأزيق معقل الهوكي شرقية نبدأ من هنا دكتور محمد يعني نكلم عن المشروع القومي أصلا لنشر الهوكي ومن الاشتغل عليه والفكرة جات منين وليه أصلا الرياضة دي تحديدا نحبين أنتم تنشروها عشان السورة تبقى وطحة للناس رياضة الهوكي زي ما حضرتك عارفها يعني رياضة مصرية معابد بني حسن فيها أثار بتبين وكمان الهيستري أو الفيديو التاريخي للاتحاد الدولي موجود فيه الرسومات اللي موجودة في معابد بني حسن فبالتالي اللعبة مصرية ومن هنا الوزارة مع الاتحاد المصري الهوكي بدأوا يمشوا فيه موضوع المشروع القومي لنشر رياضة الهوكي على مستوى الجمهورية خلصنا المرحلة الأولى بشكل كويس جدا من خلال الانتقاء والتدريبات وإن شاء الله في انتظار التجديد للمرحلة التانية وبداية مرحلة جديدة طب هو مشكون أن الرياضة دي رياضة مصرية فرعونية خالصة ما فيش أي بني آدم سبقنا فيها بعد مرور سبع تلاف سنة نبقى محتاجين مشروع قومي لنشر هذه الرياضة ليه أصلا مرجعيتها المصرية ومنبحها مصر الكلام حضرتك مظبوط ولكن عدد الأندية وعدد الممارسين على مستوى الجمهورية أوليل ليه؟ نتيجة أن الأدوات تكلفتها عالية جدا كمان الملاعب بتبقى انجيل صناعي فطبعا عشان حضرتك تعارف أن التكلفة وكمان نجيل الصناعي ده بيتراش ميا فتكلفة الإنفاق دي كلها بتبقى عالية جدا وبالتالي إحنا محتاجين يعني المشروع كان هدفه أن احنا نروح لمراكز الشباب وده برضو يعني تصور كويس جدا من وزارة الشباب الرياضة أن احنا ننزل لمراكز الشباب لأن فيها بنية تحتية مناسبة لنشر الرياضة دي في الفترة الجزء الأول من كلام حضرتك فيه جانب حزين والله في كلام الجد يعني فكرة أن التكلفة لرياضة تانية أرجع وقولك مرجعيتها مصرية يعني فهو نبقى إحنا الرواد فيها فبالتالي إحنا المهيمينين فيها عالميا يبقى إحنا عندنا مشكلة في أن إحنا نعمل ملاعب نجيل صناعي ونسقي ميا هو المشكلة مش الملعب المشكلة المضرب أو العصايا والكورة العصايا والكورة ما بتصنعوش في مصر بيتصنعوه في دول شرق آسيا الباكستان والهند فطبعا عشان تيجي حضرتك عارف سعر الدولار دلوقتي وعشان تيجي الأدوات دي هنا بيبقى التكلفة علي جدا فهو ده السبب يعني فالاتحاد مشكورا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بدأوا يوفروا الأدوات دي بشكل يعني مناسب للمشروع وبالتالي هنا الفرصة هتبقى أكبر أن عدد الممارسين يزيد طب النشر اللعبة برضو في المحافظات والإقبال عليها هل فعلا بالنسبة كبيرة ولا خليها نقول لا بالنسبة متواضعة والله إحنا لما نزلنا المحافظات عشان حديك تبعارفة بس إحنا المشروع بتاعنا عشرين ولد وعشرين بنت في كل محافظة وبالتالي العدد ده عدد بسيط كبداية بعد كده إحنا يعني طموحنا أن إحنا نوصل للسابع وعشرين محافظة على مستوى الجمهورية كله فبالتالي الأعداد هنا مش هتبقى هيبقى في المرضود النهائي يعني إحنا مثلا بدأنا الأول بخمس محافظات النهاردة خمسة في عشرين إحنا بنتكلم في عدد يعني مثلا متين لاعب أو ميت لاعب ولعبة النهاردة إحنا بنتكلم في عدد مش كبير قوي ولكن كبداية كويس طب هو بالمناسبة حدثكم تقول لنا من شوية أنت جاي من الزقزية عشان كنت مع فريق الشرقية تمام إيه سر تقلق فريق الشرقية في الهوكي يعني دايما لما نتكلم عن الهوكي في مصر يتبضل بالزهن على طول فريق الشرقية ما يعني؟ الشرقية عبارة عن مدينة صغيرة كل الولاد والبنات هناك اللي بيلعبوا هوكي من أسر يعني يعتبر قرائب كلهم فده السر يعني السر مش بعيد خالص أن كل اللي بيلعبوا قرائب فبالتالي أنا بجيب أخويا أخويا بيجيب ابن عمه كده فالموضوع أسري أكتر منه حاجة تانية طب دكتور محمد بمنتهى الصراحة خلينا نتكلم عن استعداداتنا لأورمبياد باريس ولو حابب نبدأ بتوكيو ونبني عليها باريس ما فيش مشكلة يعني نقيم موجودنا كان في توكيو با كان نبني على باريس عشان في باريس إحنا نتمنى يكون في نتائج مختلفة بصراحة نتائجنا في توكيو 2020 كانت ست مديليات متنوعة ما بين ذهب لبرونز وبالتالي عدد المشاركين اللي كانوا موجودين في الأورمبياد كان 138 رياضي منهم اللي وصلوا للسيمي فاينال 23 رياضي من خلال التحليل البسيط ده إحنا النهاردة ست مديليات 23 فرد حجم الإنفاق على 138 لو كان راح لعدد أقل من كده توقعي إن كان المديليات ممكن تزيد بشكل أكبر وبالتالي هنا وزارة الشباب شغالة على ده شغالة على إن إحنا النهاردة يبقى عندنا قاعدة من الممارسين في جميع الأنشطة الرياضية اللي بتحقق مديليات وكمان بنبدأ نركز على الرياضيين اللي ممكن يحققوا مديليات من الأول للتالت بالتالي هنا أنا وفرت نفقات بشكل كويس جدا ووفرت دعم بشكل كويس جدا كمان دخل الرعاية شركات الرعاية طبعا بدأت تخش في الموضوع بشكل كبير جدا وتبدأ تاخد الرياضي من حيث الإعداد بقى والمعسكرات والكلام اللي هو اللي الرياضي محتاجه عشان يقدر يخش فعلا في الصيغة أو الصبغة الدولية دي حاجة كويسة جدا على فكرة فكرة إن ده ممكن يزلل بقى المشاكل اللي إحنا كنا بنتكلم فيها من شوية وخصوصا المادية منها يعني ده ممكن تحل الأسماء لحد كبير طيب فكرة القاعدة العريدة اللي أنتوا بتحاولوا توجدوها في هذه الرياضة هل ده مش المفروض أنه يكون بيشمل أن أنتوا تروحوا لطلبة المدارس والكليات والجماعات المختلفة وحتى المعاهد المختلفة في محاولة منكم لنشر الرياضة دي؟ ده حقيقي يعني عايزين نقول إن إحنا فكرتنا كمان في تجديد المشروع القاومي اللي نشر الهوكي على مستوى الجمهورية إن إحنا يكون عندنا مش على قد مراكز الشباب بس لا إن إحنا نروح للمدرسة كمان يعني المدارس النهاردة هي فعلا مفتاح النجاح زي ما نقول كده المدرسة الطالب متواجد ملتزم أنا النهاردة هقدر أوصل له من خلال مدارس التربية الرضية الموجود في المدرسة فبالتالي النظامية هنا موجودة كل اللي هنحتاجه بس إن إحنا نوفر له الملعب بشكل مهيئ والأدوات بشكل مناسب وهنلاقي النتيجة أكيد مختلفة خالص يعني طب إيه بقى المشاكل؟ يعني إيه المشاكل؟ إيه العكوسات خلالها بعد الشكل؟ إيه النواقص الموجودة علشان نقدر إحنا نتجنبها في أولنبيات كمان المختلفة؟ شوية الروتين بس إن إحنا الإجراءات ده 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 هي الإجراءات دايما بتاخد وقت طويل جدا عايز أقول لحضرتك إن إحنا مثلا عشان يتجدد المشروع بشكل في نسخته التانية يعني خدنا وقت طويل جدا أو لسه لسه ما خدناش الموافقة لحد الوقت وإحنا من خلال حضرتكم بنوجه رسالة للدكتور أرشف صبحي وزير الشباب الرياضة إن رياض الهوكي رياضة أولمبية محتاجين بشكل كبير جدا إن إحنا نبص عليها ونركز معها زي الرياضات التانية وبالتالي إحنا نتائجنا على مستوى أفريقيا مثلا خلال الفترة اللي فاتت عندنا منتخب الناشئين مؤهل لكاس العالم في ماليزيا عندنا المنتخب الكبير هيبدأ يشارك فيه في التصفيات الخاصة بأولمبياد باريس عندنا كمان المفاجأة منتخب السيدات في البطولة الأفريقية الأخيرة للناشئات حصل على المدينة البرونزية وإحنا ما كانش عندنا مشاركة على مستوى السيدات ناشئات يعني آه كمان فريش شرقية للهوكي في 2019 حصل على المركز الأول والبطولة الأفريقية لهوكي السيدات فدي برضو كعلامات أو يعني إشارات كده بتدينا أمل أن بكرة إن شاء الله الهوكي هيبقى موجود بشكل أقوى طيب المتطلبات يعني مثلا فيه رياضات كتير وأكيد على رأسها كرة القدم فيه مساحة لوجود ما يسمى بالكشفين وبالذات كرة القدم أمرها هاي بالمقارنة بغيرها من الرياضات أنا شو تعرف إحنا عندنا ثقافة لعب الكرة في الشوارع والحواري والكفور والنجوع إلى آخره فسهل إن أنت تحط عينك على حد مميز وتاخده أو تستقطبه طب في حالة وجود كشفين للهوكي طب هيكشفه على المواهب إزاي لأن دي مش من الرياضات اللي بتمرس يعني في الشوارع مثلا هتعرفوا منين إن الشخص ده ممكن يطلع منه بطل مستقبلي في الرياضات هيبقى زي ما قلنا لحضرتك كده موضوع المشروع ونشره ومن خلال الناس متخصصين في مثلا كليات التربية راضية أو المدرسين اللي كانوا بيمارسوا الرياضة دي جوة الكلية يقدر أنه هو يعمل عملية انتقاء مبدئي وبعدين بعد كده بيعصل عملية التوجيه بقى في أنه هو يمارس الرياضة الهوكي بشكل احترافي آه يعني شكل احترافي أكتر عايز أقول له حضرتك كمان إن احنا متبنين في المشروع ده نوع من أنواع الماتريكس الخاص بي المهارات الفنية والمهارات التيك تيكي أو الأداة التيك تيكي مش كده وبس لا ده احنا كمان مركزين على الجزء الفيزيكال اللي هو البدني فأنا النهاردة واخد الموضوع بشكل تكاملي يعني أنا عايز أعد بطل بشكل تكاملي كمان عايز أقول له حضرتك إن احنا بنتمنى اللونج تيرم ديفلوبمنت اللي هو الإعداد الطويل المدى وده أكيد هيدي أو هيسيب نوع من أنواع أو مخزون في البنك بتاع اللاعب يعني احنا هنتعامل مع اللاعب ده على إنه بانك أنا بثقله من الناحية المعرفية من الناحية المهارية من الناحية الخطاطية من الناحية النفسية حتى كمان موضوع التغذية موضوع التغذية من الموضوعات المهمة جدا اللي احنا كمصريين ما بناخد شمالنا منه لازم نتعامل معاه بشكل يعني فيه استرس شوية بحيث إن احنا يبقى عندنا ثقافة الغذاء عند اللاعب أو عند الولد والبنت على مستوى الأسرة وعلى مستوى ممارسة الرياضة فيه هرامين مهمين قوي احنا بنتعامل معاهم من الناحية العلمية يعني اللي هو البرامتس كيدز وده بيوصل لحد 16 سنة ليك حالاتك تعرف إن الولد والبنت بيقدروا إنهم أو يكونوا ناشطين لحد 16 سنة من بعد 16 سنة لحد يعني ما شاء الله بيبقى عندنا آخر فترة في عمر البناء آدم هي فترة الخمول إن هو قاعد بقى إحنا بقى بنوصل للفترة دي عندنا بدري شوية يعني الريمودات في كل حتة الموبايلات في كل حتة فما عادش عندنا إن إحنا نمارس النشاط وده لازم برضو نعمل أنواع الثقافة اللي إحنا لازم نأكد عليها ونعمل بريس عليها جامد جدا على مستوى الأسر المصرية خائز جدا بس وقت بيجري يا دكتور محمد بس طبعا إحنا حابين نروح معاك برضو لأكبر كام من العلومات خلينا نروح برضو لنقطة السن يعني إيه السن المناسب للممارسة الرياضة على السوء على المستوى الاحترافي أو مستوى الهوا تمام السن بالنسبة لنا إحنا كرياط الهوكي كبداية ممكن حضرك الولد أو البنت تبدأ من خمس ست سنين كبداية الاحترافية بقى هنا بتبدأ ما بعد سن 17-18 سنة إن أنا أقدر أعيش بقى أعيش يعني أعيش فترة البروفيشنال يعني إن أنا خلاص بقيت لعيب أقدر أحترف الرياضة دي وليكن نحظاتكم تعرفوا إن إحنا عندنا مجموعة من اللاعبين المصريين على مستوى المنتخبات الناشئين والدرجة الأولى محترفين في أوروبا في الدوري الفرنسي في الدوري الإيطالي في الدوري الأسباني في كمان الدوري الأمريكي أنا عندي بس سؤال لأن أنا عندك رياضتي أو فضول هي الهوكي رياضة ما فيهاش مجهود أوي يعني يمكن مجهود ذهني أكتر لو تتطفق معايا إحنا بنشوف الصح يعني الناس يبقى أشرحها لنا أكتر لا أقول لحضرتك إحنا مساحة الملعب عشان حضرتك تبقى عرفة 91 متر و40 سنتي كطول وكعرض 55 متر هو موجود في نادي السيد بشكل كبير لا أنت حضرتك كده بنتكلم على هوكي أنواع مختلفة هو ليه أنواع مختلفة حضرتك لازم تعرفي كمان أن الهوكي بيتلاعب تحت المية أنظر ووتر ده جديدة دي الفكر المضواف عندهوكي الجليل لا 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 يا راجع ومسابقات دولية مسابقات ويعني فيه بطولة اتعاملت في عمان كاس العالم للهوكي الشاطئي مثلا على سبيل المثال كمان على الرملة اه مال إيه يعني وكمان أحد العجلة أحد العجلة أن أنا راكب عجلة بدون جدون لا دا كتير دا كتير لا عندنا نوع كثير جدا عندنا منه إيه في مصر إحنا متفوقين على مستوى أفريقيا في الهوكي الأودور والإندور الإندور إحنا حصلنا على البطولة الأفريقية ومؤهلين لكاس العالم للإندور الأرضية بتاقي واحدة في الحالتين الأرضية واحدة بس مساحة الملعب اللي بتختلف الإندور بقى الإندور اللي هو داخل الصلاة دا بيبقى طبعا على المركيب بتاع الصلاة ما عندناش إحنا هوكي جليد طبعا لا ما عندناش طبعا هوكي جليد طبعا حضرتك عارف إن الأود دور والإندور والفايف هوكي التكلفة إحنا بنتكلم في إن التكلفة عالية النهاردة بقى لما عمل مكان جليدي أشوف حضرتك هيتأسس بكام الموضوع واخد ناحية ترفيهية أكتر يعني مش هيبقى عندنا المردود بتاعه بشكل كويس فنتمنى نتمنى زي ما بنقول لحضرتكو كده إن الهوكي ينتشر بجميع أنواعه على مستوى الجمهورية وكمان بنتمنى إن النادي الأهلي يتبنى الموضوع يعني النادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا إذا كان فيه فرصة إن هو يتبنى الرياضة دي ويبدأ يتعامل معها أو يتعامل مع الاتحاد المصري بشكل كويس جدا أظن إن الرياضة دي هتنتشر على مستوى الجمهورية نتيجة إن الأهلي في أفريقيا كلها بإذن الله تبقى دفع تكت جيدة جدا حترجع الزقزيق بأولا هتعود شوية هنا إن شاء الله هتعود شوية وبعدين حقبا يعيدوا آخر يومي يعيدوا في القهر ترحياتنا كل أهلينا طبعا في الزائزية والمحافظات أكيد المختلفة نورتنا دكتور محمد بجرد والا بالتوفيق شرفنا موجودك نورتنا وموفقين في اللي جاي إن شاء الله هنروح فاصل سريع عشان نرجع نستقبل كابتن إسلام عادل مناسبة النهاردة أو كان مبارح تحديدا عدم لاده كابتن حنستقبلك بعد الفاصل